العيد عند أهل الإسلام انظر إلى العيد عند أهل الإسلام يستقبل العيد بالطاعة لا بالمعصية يستقبل العيد في أول النهار لا بالسهر وضيع الأوقات نعم يستقبل العيد بالنجاح والفلاح ومتابعة الأعمال الصالحة خلافا كل من يسهر هذا إنسان فاشل ولا شك فيه في عاقل يستقبل أول العام معلاء أو العيد بالضياع والإسراف وترك الأموال وكذا ومفرقعات كذا هذا الذي يأخذ مئة يورو ويحرقها ماذا لا أقول عنه؟ سفيد نعم يأتينا يحجر عليه السلطان يحجر عليه لأنه لا يحسن التصرف في ماله مفهوم؟ المهم لا نولد أن تتكلم أكثر منها اللي بالإشارة يفهمه مفهوم؟ مفهوم؟